بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخامسة والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعين السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وعوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيل الصفة لحظة الفوزان هذه هيئة تبار الألماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالسفالة ونسر له تفضله بالإجابة على رسائل الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشخصة لحظة يا سلام عليكم ورحمة الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى درنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول في نهايتها أختكم ثلاث جديدة عبد الحيعة الدرسية باكستانية مقيمة بالإمارات العربية المستحدة أختنا على رسالة جديدة من أثلاث حلقات النظر وفي هذه الحلقة تسأل وتقول ماذا يقرأ المثلي في سجيد السهل أي هل يقرأ التشهد أم يسجد سجدتين ثم يسلم جداكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم حل الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذات إذا كان السؤال عن نفس السجود فإنه يقول فيه ما يقول في سجود السلاة لأن يقول سبحان ربي الأعلى ويكرم نالك مرتين أو ثلاثا أو أكثر وأغضا يدعو الله سبحانه وتعالى منه كما يدعو الله في سجود السلاة وأن إذا كان السؤال عما يفعله بعد سجود السهل إذا رفع منه من السيدة الثامنة في سجود السهل إلا يسلم في الحال ولا يأتيه تشهد أنه يكفي التشهد أنه يأتامه أبلى سجود السهل جداكم الله خيرا ما هو رأي فضيلتكم في سلاة التسبيح سلاة التسبيح ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه يسلم عن النبي صلى الله عليه تسلم عليه أهل العلم ما بين مصحف له أو مخش وما بين مضاعف له أو حاكم عليه بالولد والصحيح أن حديث سلاة التسبيح ورد في البليل انكساب الله أو صلة رسولي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا بعد هذا رسالة وصلت ماذا نعمل من المستمعات محمد حجاجي من جمهورية مصر العربية على أقعاد يقول ما رأي فضيلتكم في رجل تزودت متى عنه وبعدما أنجبت قيل له إنه قد رضع معها أكثر من ثلاث مضاعات كي تتفضل عليها المراجعة للقاضي راجع محكمة الشرعية ليثبات هذا الرضاع السبهة الشرعية إذا كان تبث أنها رضعت معه خمس رضاعات فأكثر في الحالين إن الفاضي يتربط بينهما أما ماذا لم يثبت هذا الرضاع لأنه غصر مقاع المساح والغصر صحة المساح والرضاع يكون مشكوكاً فيه وأن يقول يا وذوب الشرع الحاصل أنها لا يراجع فيه القاوي الله رهي الله بلأكم المسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المجتمعين يسأل فيها عدداً من الأصل فيقول ما لسكم في الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام وهو على خبات مع أهله وإخوانه ولم يكلمهم ولم يكلمون الحج في حد ذاته صحيح إذا توفرت شروطه وعدم ننشته عن وجه المشروع أن ما بينه وبين إخوانه من القطيعة فإنه يأثم بها إذا كان هو السبب في ذلك أو هو أسانكم السبب فإنه يأثم بها ويكون هذا كبير من سبع الجنوب القطيعة الرحم كبيرة من سبع الجنوب بالقول المتعال فالأتيكم لتوليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا أرحانكم منانك الذين نعنهم الله فأصمهم وأعما أصعهم واللعن لا يكون النعنة كبيرة من تباين الدين فالحافظ أن عميه أن يتوبر الله عز وجل وأن يصالح أقاربه وينهد ما بينهم من القطيعة ويتوبر الله سبحانه وتعالى أن حجه في حدياته ما هو سحيصة فيها ما هي زكاة المال؟ وهل يجبني أن يكون أحداً عني ليخرج الزكاة إذا لم أكن موجودا؟ زكاة المال هي ما أعجبه الله سبحانه وتعالى فيه من الحق أن يبتعه في مصارفه مصارف الزكاة التي ذيناها الله بقول إنما الشباقات للفقراء والمصارفين إلى أرسل آية ومقادير الزكاة تختلف حسب النوعية وهي الثمان العموال التي تجد فيها الزكاة أربعة الخارج من الأرض ودهينة الأنعام والنقدام الزهد والفزة وما يقوم نقام هنا من النقود للراضة وروض التجار هذه العموال الجفوية وكل نوع منها تجد فيه الزكاة بسدود ومقادير وسهوط المين عن ستعارك مهونا في كتبهن جزاكم الله خير ألا تتفضلون من بيان ذلك ولو بإذن قبل فخيح بأنه يدو أنه من غيرة وقراء بكتب أهل الإن أما زفاة النقود إذا بلغت النشاء إذا بلغت النشاء نشاء الفرض نعم أو نشاء الزهد ونشاء الفضاء بأوارده المتقال ونشاء الزهد إثورا متقالا إذا بلغت الزهد والفزن لا يعادل هذا المقدار لأيهم لكم ما يعادل هذا المقدار إ Nissan وسهو تجد فيه الزكاة إذا بلغت هذا المقدار إذا بلع هذا المكبار فأكثر حجمه الزفاف المكبار نصاب الفزة عودنا بليان سعودي العربي المعروف المطلوب من الفزة 56 ريالاً أو ما يعادلها من الواي العلاق يعني ما يعادل صرف 56 ريال سعودي الفزة والذهب نصابه 11 ريال ونصف الجنوه السعودي أو ما يعادل لانك المزلح من اللقود فلوخها يعني ما يعادل صرفها بشركة أن يكون هذا ما الحال عليه الحوي يعني ما بلغت النقود نصاباً ما أكثر حالة على هالحودي أجبت فيها الزفاف بأن يخرج منها ربع العشر ومن العشر ثمين ونصف في المئة أما الخارج من الأرض يعني رابط من الحبوب والثنار إن كان الخارج من الأرض يسقى بلنا هنا يسقى بنفسنا ويسقى بأوروكا يدون كنتا وهذا في العشر عشر الخارج إذا بلغت النقود أيضاً ونصاب الفوين المصاب الفوين ستونة وسقاً ستونة وسقاً أولا يعادل تقريباً 280 ساعة الساعة المعروف عند أهل نب 280 نعم قوله صلى الله عليه وسلم ليست في العديد الخنشة أو سق أبقى ونصف ستونة ساعة أي أنه لغت ستونة في خنشة أنت منه يتبهون 300 300 نعم 300 ساعة نظر 300 ساعة نظر هذا بصابته يسعى النبو يعادل كم بل كم بل نوت كرم 3 كيلة تقريباً يعادل 3 كيلة تقريباً إذن يكون النصاب بل كيلو 300 23 9 900 كيلو يكون نصاب تقريباً تقريباً يعادل الله في صباح وإذا كانت في الحبوب والصنار تسقى بين المنح والكلفة أو بالمكان الرافعة أو بالسواني ففيها نصف العشر فيها نصف العشر وأن مكاسم العروض عروض التجارة العروض معناها سلع المعدل البيع فهذه هي حالة عليها الحول أو حالة الحول على قيمة ها حالة الحول عليها منصف ها أو حالة الحول على قيمة ها التي تشلو فيها فإنها تجرد وتسمى بنا تساوي عند تمام الحوال ويخرج ربع العشر من أجلها المقدرة مهات ما يعتبر الاشتراحة به وإنما يعتبر في متاع عند تمام الحوال بنا تساوي رائدها ولا تساوي ويخرج ربع العشر أما بهينة العنعام والإذي والذقر والغلم لا يجب لها شروط ولا تساسيل يطول الكلائس ملاء يحتاج لمراجعة فيه فترة وفتحات دارك إن شاء الله وتعالى وهو إن شاء الله يسأل قبيبتكم فيقول ما الفكم في الزوجة التي لم تسمع ولم تستجد من زوجها وهو يريد أن يعلمها الصلاة إذا كان ستحة الصلاة يتعلم به عاقل عندها عاقل يسكي مخبلة ولا مدينة فيأمرها بالصلاة ولا تسك قولي تعالى ولا تنسكو بإصد الكواهب قولي تعالى ولا تنسكو المستكاة فالتاوي أمنا هذه إنها لا يجب أن تلقى في عسل ويجب على ولي الأمر أن يستطيبها إن ثابت وإلا قطيات مرتبة عن دون الإسلام جزائيكم وعاقل المستمع سليمان عبد الحميد سنعان من بنشق ورياضة برسالة وضمنها سؤالي في سؤاله الأول يقول كرأت في أحد الكتب أن بصول صلى الله عليه وسلم كان يحبك السبابة في التشهد ويقول إنها أشد على السيطان من الحديد فأوضحو ذلك جزائكم الله خيرا أن رفع السبابة في التشاهد والإشارة بها عند نظم جلالة وعند الدعاء فهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم يقبض الخنسر والبنسر ويحيط الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة ويشير بها وأما كونها يشد على الشيطان من كدى فأنا أعرفه ما يبنى عن النبي صلى الله عليه وسلم له جزائكم الله خيرا هل هناك حق توجد أحاديث بعيفة مؤلفة تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف لنا أن نعرف بأن الحديث الفلاني صحيفا يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من اختشاف عن العلم بساس المختصين في هذا الفلد ولا يسلح لكل أحد أن يدخل فيه ولا يسلح لمن يطالع الكتب ويحكم عن الأحاديث بالضعف أو بالسحة أو بالكتب هذا خطر سديد على الأمة رأيت لو أنه متطببا جاء وأجرى جراحة لمن يشق بطنه وهو لا يعرف من يكون الخطب كذلك من جاء جاهل وأراد أن يطالع في الكتب ويحكم عن الأحاديث كالسيط أو التبعيث أو التدريح الرواس لا يدر على الأمة لا يدر على نفسه أولا وعلى الأمة ثانيا وما أصدنا إلا بأنزالها أولا لا يجد الدخول في هذا السم إلا لأهل الاقتصاد وعلى المسلم ويستقل الله سبحانه وتعالى وإذا كان جاهلا أو ينتر يتعلم على أهل العلم ويأخذ العلم عن أهله ويدخل العلم من بابه على الله سبحانه وتعالى وليس الجر بأن تأتي ويكام بروريا ولكن البرمن اكتقى وتميلك من أفوالها فعليه سعيد أن يتعلم أولا ولا يكفي أنه نجيبه في سؤال أهل على البرد حل كيفية التبعيث والتخيص أو أن يقرأ في كتاب من الكتب هذا خطر شديد فعليه أن يدرس في سلق العلماء وفي المعاهد العلمية والكليات السرعية حتى يتعلم جزاك من الله خيرا إذا هذا من التخصص وهذا رساله فيكم المجتمع من معين دعث يسأل ويقول عندنا قطعة أرض جراعية أعمل فيها أنا ووالدي ثم عند جني المحصول أطلب من والدي إخراج ذكات الزرع فيلصر فما حكم عمدي معه في الأرض إذا كان عنده زرع يبلغ النفاق يعني عند الحويل إلى الضرع أو للزرع أو للدخل أو الحويل التي لإحتكال وتتدهر فإنه تجد لجزاك وبلغات النفاق وإذا أمرت والدك بإخراجها أو نفحته بإخراجها ولم يكثل فعليت أن تناجع محكمة الشرعية وتبليها عن هذا الأمر أو تراجع هيئة العمر بمعروف والنهي عن المنكر وتبلغه بذلك الأجل أن يستحرروا وأن يوشحوا ويدمنون أحلام جزائكم الله خير ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه باعة ومن مات وليس في عنقه باعة مات من تتنجى أهلية هذا ليسيلة للسيئة والجناعة أن الوثم يكون لا جناعة المسلمين ولا رعية المسلمين وأن يطيع ولي الأمر الوثم قوله تعالى وعطيع الله وعطيع الرسولة ومن أن يميكم قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب المسارية جمعه تعالى عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدة منها الحلوب وذرة منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع تأوثلة قال صلى الله عليه وسلم وفيكم بتقوى الله والسلع والطاعة وإن تأمر عليكم عادل فإنه لن يعيش منكم في رحلات كثيرة عليكم بسنتي وسنتي خلتا الراشدين النهديين من بعد التمسكوذها وعرضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحبثات الأمور كن محبثة بضع كن دلات غلالة قال صلى الله عليه وسلم من نفع الأمير فقد أقاعني من عرص الأمير فقد أعساني المراد الصعب المعروف فطاعة الناس الأمور أمر واجد وعمل الله سبحانه وعمل رسوله صلى الله عليه وسلم وما صيتهم أمر محرم وما صيت بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بالمعروف والخروج عليهم يجعب الباطل لا يريد الخروج عليهم وعليه هذا الوعيد الشديد الذي يكره السائل في الحديث الثابت عن المصيص الله عليه وسلم وأنه يموت يوتاً جاهلية فالعياذ للناس وآذرنا أره عن الخوارج الذين هم من أهل الظلال أو هم أشد أهل الظلال الذين خرجوا عن طاعة والأمر المسلمين والأمر المسلمين حالاً نذهب الخوارج من مسجده أن أهل السنة والجماعة فإن من أصولهم طاعة والأمر المسلمين بالمعروف وتحويل الخروج عليه لما يترسلوا على طاعته من المصالف العامة والخاصة من اجتماع كلمة المسلمين ومن إرهاب العديد ومن بسة الأمل وتنفيذ الفديد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة عزاً من الخروج عليه من المساس في سفك الدماء وتسلت الأعداء وتفرق الكاملة وعيذان كاملاً لحالين العظيمة التي تهدد كيان ألمها الإسلامية وهذه سلة الله جل وعلا بخلق الواجب على أن يسلمين تنوطع أهل مولاك أمورهم ما لم يروا كبراً بواحداً كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن مولاك يكون في آخر الزمان وحصول الثلاثة الوقتها الله تعالى نقاتلهم يا رسول الله قال لا لا أقام لكم الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا واسمعوا وعطوا وإن أخذ مالك وورد ظهرت لا لم تروا كثراً بواحداً عندكم العظم والله والهرام أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا أطل عظيم من وفير أهل السمة والجماعة ومن خالفه فإنه يكون على عفيدة الجاهلية ويكون في جمرة الفرق الضالة والحوالد والمتجنة الله العزيز والسلام والجزاكم الله خير مستمع يقول المرسل أبو فيفر من ملتكة نجران دعت برسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة في أحدها يقول قرأت في بعض كتب الأدعية والتباوي بالقرآن أن المريض يكتب آيات الشفاء في ورقة ويجعل ورقة في ماء ويشربه ويخطى بإذن الله حل ما قيد في ذلك من كتاب صحيح؟ ماذا تذلك؟ إذا كان لك حاجة أو مريض تقوم قبل ثلاثة فتر بساعة أو ساعتين وتتولى وتقرأ سورة ياسين والفاتحة وتكررها أربع مرات وعند البداية في قراءة سورة ياسين تقرأ كلمة ياسين سبع مرات وإذا وصلت الآية الثامن والعشرين لقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها تقرأها أربعة عشر مرات وإذا وصلت عند قوله تعالى سلام قول من رب ضحيم تكررها سبع مرات وإذا وصلت عند قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض الآية تكررها سمتى عشر مرات وتكمل قراءة الصورة وتصدي ركعتين وتدعي إما تشاء هل هذا صحية وهل الدعاء في هذه الحالة مستجاب ومشروع كذا أسم الله هذا كله باطل ولا أصل له هو ببعك ما يجعل الله به لسلطان ومن أسباب الشفاء رقية ويقرأ على المريض يقرأ إلى القرآن وينفت عليه هكذا كان المريض صلى الله عليه وسلم يفعل أدرك وقال صلى الله عليه وسلم لا رفية إلا من عين أو حنى ولما أصبره نفر من أبحاغه في الشفاء لأنهم طرأوا على نبيه سورة الفاتحة وشفاه الله وقالت أنما نفت من يقال حالة وما أدرات لأنها رفية فعفاة رفية كذلك المعاوني كان لعود برب الفلق لعود برب الله وكذلك بلقية القرآن كله الشفاء ورحمة وهداية ونور وشفاء من الله سبحانه وتعالى يرقى على المريض ويقع عليه أن ما ذكره الشائل من قرأة سورة ياسيه في وقت معين وقرديد آيات منها هذا لا أصلا هو جدع ولا يجب سعله لا يجب سعله هذا لا جزائكم الله خيرا أخيرا وتعالى انتسام الناس عند القيامة الكبرى وانتسام الناس عند القيامة صغرى ونكر فيها آيات عظيمة دالة على وحدانيته وعلى قدرته وشقاته بالعبادة وبيّن فيها سبوة البعث والإتشاذ والرد على الممكنين وذلك فهي سورة عظيمة جميلة ورد في قراءتها أدلة يعني في فضل قراءتها أدلة تدلج مجموعها على أن هذه السورة في قراءتها فضل وفيها أجل من الله سبحانه وتعالى جزائكم الله شكرا شكرا أتوجه لكم بالشكر الجديد بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة لأخوة المجتمعين وأأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان بقونا في هذه الحلقة مع فضيل بشيخ صالح بن فوضان الفوضان هذه هيئة شكرا بشيخ صالح وعنتم يا مستمعي الكرام شكرا